هاي جايزات ازايكم وعملين يا ربكم بخير وانتو بتشوفوا فيديو النهاردة طبعا امبارح بتعرف ولا النهاردة يعني بصراحة لسا انتبقى فالايام داخلة في بعضها المهم ان انا زلت لكم منتدى قلت لكم اكتبولي التعليقات السلبية او مثلا انتقادات عاوزين تقولها لي واللي هو يعني خايفين او مثلا المنتقادين نفسهم يكتبولي انتقادات تمام فالنهاردة هرد على انتقادات اللي المفروض يعني تعيطني ولا تخليني انتحر بعد ما اراها وكل الحوارات دي تمام فجماعة الخير اعمل ده الفيديو حطوا لايك واشتركوا وبس كده خلونا نشوف التعليقات اللي مفروض هتزل من بعدها صح يا جماعة ملحوظة السابق من ده الفيديو جماعة كل واحد طبعا لرأيي كلها اللي زوق كل واحد اللي مش عارفاه المهم يعني يا جماعة الخير ان الناس اكيد عندهم كل واحد ومخه كل واحد وتفكيره كل واحد ورأيه مش عارفة اللي اقولت كده بس حصلت ان لازم اول الكلام ده فجماعة الخير اول تعليم معانا ليه صوتك واضية على عكس بقى المصريين احس صوتهم اعلى من مكيف ما اقصد اتعنصر عليكم يعني بعد ده كله ما اقصد اتعنصر عليكم المهم ليه صوتك وانا بصر انا مش شايفة صوتي واضي بصراحة يعني يعني اديني السبب يخليني اعلي صوتي في الفيديو يعني ليه مثلا اعلي صوتي في الفيديو انا مش فاهمة ماشي اعلي صوتي في الحقيقة بنادم على حد اعلي صوتي ماشي يعني لكن أنا يعلي صوتي في الفيديو لإلهة ماجدة شايفاني؟ فإضافة غير حوار الإليم لماذا؟ ما فيش دجوanya يخليني أن أنا أصلا أجلي صوتي وبالنسبة للأنت بتقولي المصريين كلهم صوتهم عالي نحن فكرة أكثر من 120 مليون فيعني التعميم للغاية الجهلاء نحن إنتي شوفتي 120 مليون بيعلى صوتهم وعلى صوتهم مكيفة صعب استني أنا دلوقتي في فتح التكيف إنتي سمع أنا أصلاً صوت التكيف أنا صوتي أعلى من التكيف بل زي بتقول علي صوت يوضعو فيه فيعني كل واحد برقئه كل واحد بكيفه هو عايز يعل صوته هو مش عايز يعل صوته برقئه فيب ثاني تعريق معاين بصي وده مش انتقاد ده سؤال عادي عشان بصراحة مش لاقي فيك انتقاد بتابعي روايات ولا لا عندك كم سنة ليه مش بتحبي تظهر يوشك مين الشجعك انك تفتحي قناة ويحلمك انك توصلي له معلاش تقولت في الاسئلة العادي ولا اهمك بصي اول حاجة بتابعي روايات ولا لا يعني مش هقولك انا عشاك الروايات ولا انا مش عارف ايه بس انا لما بتعجبني رواية ومسلا بيكون مثلا عليها حديث او ضجة بحب ان انا اراها تمام بس بل بتابع اسمع لا بقراها اراية غير كده يعني عادي اللي هو لما بيجيلي شغف الاراية بارا يعني انا جاتلي فترة اصلا كنت بحب ارا روايات اوي بس بكده سبت الشغف ده سبت الهواية كلها تاني سؤال كان بتقول عندك كم سنة عندي 15 بصي شهر واحدة جاية اكمل 16 ولمش بتحبي تظهري وشك يعني بصي انا معنديش معلقة ان اظهر وشي يعني بس هو اهلي مش مقتنعين تمامي واهلي دلوات يرفضيني فكرة بس ان شاء الله في المستقبل اللي يقتنعوا يعني فاللواي انا عنديش مشكلة عايدة يعني المهم مين شجعك انك تفتحي قناة انا اصلا فتحت القناة من غير محد يعرف اصلا في يوم وليلة كده فتحت قناة مع نفسي فمحد تشجعني ان انا افتح قناة لوا محد تشجعني ان انا افتح قناة بس حاليا مين يعني مشجعني ان انا استمر في القناة هي ماما تمام وايه هدفك او ايه حلمك اللي هو يعني اكيد يعني اوصل 100000 وطبعا تاني هدف لانا استمر بعد كده في القناة وانكم تبضلوا تحبوني طبعا اسأل بعده اسفة بس كنت مشهورتي المفضلة عندي ولكن لما جيتي تكلمت عن عراق في مابل عراق تحت من عيني جماعة بصوا انا مش فهمها كلامها مش ركب على بعضه بس هي اصدها تولي عراقيون لما علقت قلت انه عادي فيه بس فيه عراقيان في السيرفر ولكن قلت لك لا قلت عادي بس فيه اجانب طرفية اجانب وعرب بصنا شوية ما اي حاجة من كلامك بس انا فهمت قصدك تمام? اه لحو ايه كمية التكليش دي انه مهم يا جماعة خير هي اصدها انا كنت لما نزل قبل كده فيديو ركبت العراقيين في مابيوت اه هي كان اه يعني شكلها ازاعة لما هي عراقية فشكلها فكرت اللي انا باشت مع العراقيين او بقول للناس كلها اه العراقيين كلهم زي اللي كانوا في السيرفر دول اكيد لا يعني يعني ازاي ازاي يعني انا اصلا نفس ايلم شوية التعميم لغة الجهلاء انا ما بحبش عمم على حاجة اكيد لا وانا فاكرة اللي انا كنت عادة اولوكم في الفيديو اه يا جماعة ما تفهموشوا غلط مش كلكم كده ومش عارفين لو انا كنت عادة اصلا بشرح لكم فيبقت مانا بتزعيش مني يعني للسبب ده اه بس انت فهمتي غلط يعني ان هو انا اكيد مش بعمم واكيد انت مش كده والعراقيين كويسين جدا فيب التعليق اللي بعده هنسكب للفوق هتشوف الانتقاد كما عمرك انت مسيطرة في المدرسة اهتحبك مرة تحب يحل من عائلتك يقول عنك شيء يخليك مسخرة وبس احبك يا امر طيب انا يعني نص كلامك ما فهمتوش بس هجاوبك على اللي فهمتو تمام طيب اول سؤال ما اجاوب عليه الثاني سؤال انت مسيطرة في المدرسة ولا لأ يعني بصي اللي هو يعني عارفين الشخصية اللي هم ماشيين مدرسة كل ايوانا يا جماعة اللي هو في شخصيات كده في المدرسة بتبقى مشهورة مش مشهورة عشان انا عندي كنا انا بشخصية نفسها بشخصيتي بقيلتي نفسها مشهورين في المدرسة فعامين فاللي هو يعني لأ بجد انا مسيطرة مش هي المدرسة كلها تاني سؤال احد حبك مرة يعني تسأليني انا اكيد يعني اسألي لحد ده معرفش اه وتالي السؤال ما فهمتوش بصراحة ما فهمتش نص يعني اه فيب هنعمل السكب عشان انا مفهمتش كلامك ما بفهم ولا بفهم شيء على طول صوتك مخنوق والله ما كان قصدي اجرحك لكن هذا اللي طلع معي يعني انا بصراحة مش عارفة اقولك ايه يعني بجد يعني انتي مش بتفهمي حاجة ليه يعني ليه انتي مثلا بيسمعي حاجة احنا مش بنسمعها ولا ما بتسمعيش حاجة احنا مش بنسمعها ولا يعني الناس كلها فهمة وانتي مش فهمة طيب ماشي يعني عادي ممكن تكوني مثلا مش تسمع مش فهمة لغتي مش فهمة لها جتي عشان انا بتكلم بسرعة بس يعني ايه دخل صوتي مخنوق في الموضوع يعني اتوقع ان صوتي واضح ما في المية يعني ايه دخل ده بدا لا وده اللي طلع معايا كنت اللي هو يعني ده اللي طلع معايا اسفة ما كان قصدي اجرحك اكيد انتي هتبي جرحتيني ليه يعني حبيبتي اكيد مش هتجرح من الحاجات العبيطة دي يعني المهم التعليل البعده ليه لسانك او ما تعرف يتتكلمين لسانك فيه شي تحية مصر من سوريا اه انا مش بعرفة تكلم لما انا مش بعرفة تكلم من اللي هيتكلم انتي انتي هم انتو بتسمعوا حاجات احنا بجيب نسمعها ولا ايه انتو بجد انتي بجد ايه مش فهمة اه احلى تحية لسوريا على الرأس يا والله بس يعني انتي بتقول ايه بصراحة انا مش فهم عاجة يعني لساني مالو لساني بجد اجيب لك ماما تقول لك مالو لساني هتقول لك دي لسانة طويلة ما علينا خلاص ما علينا انا اعمل سكيب بيضا تقول اللي بعده اه احسك تحطي المايك بفمك لا لا ما انتي متحد انتي تأكدي انا بجد انا بحب حط المايك قريب مني بعدين لما انتو بتقوله على صوت وقاطي تخيلوا بقى لو يعني صوت وقاطي وانا حطت المايك بفمي تخيلوا بقى لو مايك بعيد هتسمعوا ازاي هتسمعوني وانا بواسويسكم كده اللي هو انتم مش تسمعوني اصلا صحوا يعني ولا انا بتحيق لي يعني مش فهمة ده بصانو كده اجرب اشيء لمايك ابعاده اهو سمعيني دلوقتي ولا بش سمعيني عادي يعني اللي هو عادي يعني حرفين بجد حرفين عادي انا لما بعيزة اقربه اقربه لما بعيزة ابعاده ابعاده في النهاية كل احد وكيفه وكل واحد حسب مايستريح يعني عادي انتي سنية ولا شيعية اكيد سنية يعني الحمدلله اه فايا بكده يا جماعة الخير يعتبر كده التعليقات خلصت طبعا انا حاولت اختصر لكم التعليقات عشان حرفين كلكم بجد يعني يا جماعة شكرا لكم بس انتم كلكم كتبيني اسلا وستفزة ومش عارفة انت ليه امر اني انا مش عايزة ده فامين اللي هو يعني شكرا لكم بجد انتم عسلات كلكم يعني فضاع بس يعني انا كنت عايزة اسئلة يعني اسئلة اللي هي السلبية الحاجات اللي هي الانتقادات عشان ارد عليكم تمام فانا جمعت لكم يعني يعتبر تقدر تقوله جميع الانتقادات اللي انتم بتقولوها دايما في كل الفيديوهات وطبعا كلها على صوتي طبعا اللي هو يعني مشتشت وقهر النص الناس مش عارفة ليه والله يعني المهم يا جماعة الخير انا معندي مليون طبقة وصوتي في الحقيقة غير صوتي في البسوس غير صوتي في الريكوردات غير صوتي في الفيديوهات فانتوا يعني لها بصوا هتتسمعوا حاجات عمركم ما سمعتوها اصلا المهم يا جماعة الخير دا كان فيه النهاردة لعجبكم لو صلت الحد هنا اكتبوا لي انتم لايك رقم كام وبس كده جماعة الخير سلام